نعم بالفعل هناك ثلاثة غارات قد شنت من قبل الطيران الإسرائيلي غرب ووسط وجنوب مدينة بعلبك نسمع الآن الطيران الإسرائيلي أيضا يبدو أن هناك ضربة أخرى لكن على ما يبدو أن المناطق التي سهدفت هي في بعلبك قرب ثانوية قمام وقرب مدرسة الإباء وأيضا هناك ضربة أخرى في دورس بالقرب من جامعة العلوم وعلى بعد أمثار من بلدية دورس هذه المناطق التي تم تحديدها من قبل الطيران الإسرائيلي الذي وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وفي منطقة دورس وحدد هذه المباني التي قصفت قبل قليل والمباني مجاورة لها لكن ربما الضربة الأعناف كانت هي قرب جامعة العلوم وعلى بعد أمثار من بلدية دورس في دورس وأيضا هناك الآن هناك صوت نسمعه للطيران الحربي على ما يبدو أن هناك أيضا منطقة أخرى ستقصف وبالتالي نحن نتحدث عن مباني قد استهدفت بشكل مباشر طبعا تم إخلاء هذه المباني من قبل السكان المتواجدين هناك بعد الإنذار الذي وصل إلى أهالي بعلبك وأيضا ربما هذه المباني هي التي استهدفت كانت في مناطق التي تم تحديدها لكن نحن أيضا حذرين لأن هناك مناطق خارج هذه المناطق التي تم تحديدها قد تكون مستهدفة وبالتالي قد تكون الاستهدافات أيضا لمناطق مدنية أخرى كما حدث في الأيام القليلة الماضية نسمع الآن صوت الطيران الحربي على ما يبدو على ما يبدو أن هناك طيران أيضا في الجو حتى اللحظة حتى يكون من يتابعه الآن ملمة بالأمر عادة أنتم وأنتم على الأرض حين تسمعون أصوات أو أزيز الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بعدها بثواني يحدث الانتجار يعني بعد سماع الصوت للطائرة تستطيعون أن تميزه هناك خمسة ثواني نعم نعم محمد خمسة ثواني تقريبا أو ستة ثواني بعد دخول الطيران أو بعد سماع صوتها الطيران تكون الضربة نرى الضربة قبل الصوت وبالتالي نحن نشاهد هذه الضربة ومن ثم تعلو سحب الدخان في المناطق التي تستهدف لكن ربما هذه الثواني هي كفيلة بأن نرصد تلك الانفجارات أو تلك الغارات التي تحدث في تلك المناطق لكن هذا بالنسبة لنا كصحفيين ونحن نقف على مسافة تقريبا كيلومترين أو أقل من مناطق الاستهداف أقل من كيلومترين لكن بالنسبة للناس بعد التحذير كان هناك حالة من الإخلاء لتلك المناطق وبالتالي سئموا حالة الإخلاء وبالتالي عادت الحركة للسير في الطرق العامة وتحديدا في طريق بعلبك زحلة قبل ثواني من الآن وبعد الضربة بدأت السيارات تصف على جانب الطريق خوفا من أن يستهدف هذا الطريق كما حدث في الأيام القديرة الماضية حين استهدف الطريق الآمن الذي حدد من قبل الجيش الإسرائيلي بأن يكون طريقا آمن للنزوح لذلك السيارات تقف جانبا وهناك أيضا انتظار وحالة رقب لأضربات المقبلة التي من الممكن أن تكون قريبة وتحديدا ربما عند مطعم الرضا الذي حدد من قبل الجيش الإسرائيلي طبعا للحديث عن تلك المناطق هي مناطق مأهولة بالسكان قبل التحذير وبالتالي هي مناطق قريبة من مدارس فيها نازحين النازحون طبعا أخلوا هذه المدارس وأيضا هناك قرب المستشفى الحكومي مطعم الرضا وبالتالي هناك مستشفى أي هناك مرضى أي أن هناك مراجعات لتلك المستشفى أيضا المستشفى ربما توقفت لساعات عن استقبال المرضى هناك وأيضا كما قلت قرب بلدية دورس التي أخليت قبل ساعة ونصف من الآن